بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف الرابع ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس العدد 16 أحبايا الطلاب والطالبات دعونا نتعرف على أحداث هذا الدرس أولا نميز شكل العدد 16 ثانيا نشير للعدد 16 ثالثا تمثيل العدد 16 رابعا كتابة العدد 16 أحبايا الطلاب والطالبات دعونا نشاهد هذه الكرات إذن سوف نشاهد هذه الكرات ثم نقوم بالعد إذن سوف نقوم بعد هذه الكرات إذن لدينا هنا في المجموعة الأولى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن هنا ست كرات سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إذن هنا إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذن مجموع هذه الكرات ستة عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هذه الأرقام إذن أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هذه الأرقام إذن هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذن أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بكتابة هذه الأرقام إذن سوف نقوم بكتابة هذه الأرقام وسوف نمسك القلم المسكة المناسبة إذن أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بكتابة هذه الأرقام إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات ها هو العدد ستة عشر إذن ها هو العدد ستة عشر يتكون هذا العدد ستة عشر من خانتين إذن هذا العدد ستة عشر يتكون من خانتين خانة الأحد وخانة العشرات إذن هذا العدد يتكون من خانتين خانة أحد وخانة وخانة العشرات إذن يتكون هذا العدد من خانتين خانة الأحد وخانة العشرات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بكتابة هذا الرقم ستة عشر بتتبع النقاط التالية إذن أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بكتابة هذا الرقم ستة عشر بتتبع النقاط التالية إذن لدينا هذا الرقم 16 إذن هذا الرقم 16 أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن وهنا سوف نقوم بتلوين العدد 16 إذن هنا سوف نقوم بتلوين العدد 16 هيا نلون العدد 16 لونوا معي هذا العدد العدد 16 أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أحباي الطلاب والطالبات لدينا هنا هذا الجدول في هذا الجدول مجموعة من الأعداد هيا نقوم بإكمال الأعداد إذن هيا نقوم بإكمال هذه الأعداد إذن لدينا هنا الرقم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هنا في هذا النشاط ساعد عمار باستخراج العدد ستة عشر هيا نساعد عمار باستخراج العدد ستة عشر إذن هنا سوف نقوم بمساعدة عمار على استخراج العدد ستة عشر إذن ها هو العدد ستة عشر إذن ها هو العدد ستة عشر أحسنتم وها هو أيضا العدد ستة عشر وهنا أيضا العدد ستة عشر وهنا أيضا العدد ستة عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن في هذا النشاط الموجود في الكتاب صفحة واحد وتسعون إذن هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة واحد وتسعون ونقوم بحل هذا النشاط النشاط الثاني أرسم دائرة حول العدد ستة عشر هنا سوف نقوم برسم دائرة حول العدد ستة عشر إذن هنا سوف نقوم برسم دائرة حول العدد ستة عشر إذن ها هو العدد ستة عشر وها هو أيضا العدد ستة عشر أحسنتم ها هو العدد ستة عشر إذن أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن هيا نقوم بالعد هنا لدينا هنا المبلغ كم المبلغ الموجود في هذه الخزانة إذن كم المبلغ الموجود بالخزانة سوف نقوم بالعد هنا هيا نقوم باستخدام الإصبع سوف نقوم بعد هذه النقود إذن لدينا هنا ريال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذن المبلغ الموجود في هذه الخزانة ستة عشر ريالا أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر ستة عشر